بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دبابة خارقة سوف تكون قادرة على تدمير أحدث الدبابات العاملة حاليا وستطلق طائرات مسيرة وأسلحة الطاقة المدمرة والليزر بل صواريخ فرط صوتية أيضا هكذا يوصف مشروع الدبابة الألمانية الفرنسية المشتركة التي يتفاوض البلدان حول خط التطوير لمعرفة ما يتعلق بهذه الدبابة الخارقة كونوا معنا حتى النهاية يهدف المشروع إلى بناء دبابة أوروبية حديثة للغاية والتي ستكون مزودة بأنظمة روبوتية وقادرة على إطلاق طائرات مسيرة اكتسب المشروع المقترح دفع جديد مؤخرا بعد اجتماع بين وزير الدفاع الألماني ونظيره الفرنسي في برلين ووعد وزير الدفاع الألماني بأنه سيكون هناك المزيد من مثل هذه الاجتماعات في المستقبل بشأن المشروع سيتم تطوير الدبابة في إطار برنامج نظام القتال الأرضي الرئيسي الحالي وتم الإعلان عن مشروع الدبابة الأوروبية منذ سك سنوات لكنه لم يتلقى الكثير من التطوير لماذا يمثل المشروع أهمية كبيرة للبلدين لا يزال من الضروري لفرنسا وألمانيا البدء في التخطيط لاستبدال دبابات البلدين الحالية لدى ألمانيا الدبابة ليوبرد 2 التي تعد من أفضل الدبابات في العالم خاصة من حيث التدريع وقوة المدفع وهي الدبابة التي قدمت من قبل عدة دول أوروبية لأوكرانيا لتنفذ هجومها المضاد الذي ما زال يعاني من التباطئ ومحاولة اختراقات الدفاعات الروسية الحصينة ولدى فرنسا الدبابة ليريك التي لم يتم بيعها لأي مشتر أجنبي سوى الإمارات ولا تحظى بنفس شهرة ليوبرد 2 في قوة المدفع والتدريع ولكنها توصف بأنها سريعة يحتاج البلدان إلى استبدال هاتين الدبابتين في 2030 ينطبق الأمر نفسه على العديد من مستخدم ليوبرد 2 في أوروبا والعالم خاصة أن شبح تقادمهما يلوح في الأفق ظهرت الدبابة الفرنسية لأول مرة مع القوات المسلحة الفرنسية في أوائل التسعينيات أمام الدبابة الألمانية ليوبرد 2 فيتعود لأواخر السبعينيات وهي في الأساس تطوير كبير وإعادة تصميم للدبابة ليوبرد 1 التي تعود للستينيات كما تواجه دبابات ليوبرد الألمانية تحديدا منافسة قوية من الدبابة الكورية الأحدث بلاك بنثر كيتو أو الفهد الأسود خاصة في الأسواق الأوروبية فماذا عن مشروع الدبابة الألمانية الفرنسية المشتركة والذي يعود لسنوات مضت يعود المشروع لعدة سنوات مضت فنظام القتال الفرنسي هو مشروع أطلقته ألمانيا وفرنسا في عام 2017 وفي عام 2018 اتفق البلدان على تطوير دبابة قتال رئيسية تحمل تكنولوجيا الجيل التالي بحيث تشكل نقلة نوعية في كل من القدرات الهجومية والدفاعية بشكل مشترك مع تولي الحكومة الألمانية القيادة السياسية للمشروع فالبرنامج تلعب فيها ألمانيا الدور الأكبر بسبب شهرتها في صناعة الدبابات عكس مشروع مقاتلة الجيل السادس الشبحية المشترك بين البلدين مع إسبانيا التي ستلعب فيه باريس الدور القيادي المشروع يتم تطويره وتصنيعه من قبل شركة كندس الألمانية وشركة الدفاع الفرنسية والشركة الألمانية المشهورة بمدافع الدبابات التي انضمت إلى المشروع في عام 2019 ولم تمر إضافة الشركة الأخيرة إلى برنامج ميكس دون توترات بين باريس وبرلين لأنه يعني أن الثقل الرئيسي لعملية تطوير وإنتاج هذه الدبابة سيكون لألمانيا بينما الاتفاق كان في البداية على أنه سيتم تقاسم الأبحاث والإنتاج الصناعي بالتساوب بين البلدين وفي النهاية تم التوصل إلى اتفاق يقضي بأن يعطي كل ثلث من عمليات التطوير لكل من الشركات الثلاث ومن المتوقع أن تخرج أول وحدة إنتاج من خط التجميع عام 2035 هل تستعيد الدبابة الألمانية الفرنسية مجد المدرعات القديم؟ يعكس قرار تطوير بيكس حقيقة أن التهديدات في ساحة المعركة حتى لأثقل دبابات القتال الرئيسية مثل يوبرتو آخذة في الإزدياد من هذه التهديدات أسلحة مضادة للدبابات أكثر تطورا ومدفعية دقيقة بعيدة المدى وطائرات مسيرة مسلحة مثل البيراخدار التركية التي اصطادت عددا كبيرا من الدبابات الروسية في المراحل الأولى لحرب أوكرانيا إضافة لذخائر برؤوس حربية ذات شحنة مشكلة ومزدوجة للتغلب على أنظمة الحماية الخاصة بالدبابات كما أن طائرات استطلاع بدون طيار غير مسلحة تحلق في الأفق لتساعد العديد من أنواع الأسلحة في استهداف التشكيلات المدرعة ما جعل الدبابات تواجه محنة حقيقية في حرب القوقاز بين أرمينيا وأدريبيجان ثم الآن في حرب أوكرانيا وحتى دبابات ليوبارد يتحدث الروس عن أنهم دمروا عددا منها خلال الحرب مع بدء الهجوم الأوكراني المضاد كما أن التحسينات في دروع المركبات والأنظمة الدفاعية تهدد بتقويض فاعلية الدبابات في الخطوط الأمامية ضد الدبابات الخاصة بالعدو ويعتقد أن عائلات دبابات ليوبارد توأ الألمانية وكذلك الفرنسية الحالية لديها أسلحة وقدرات مرتفعة للغاية ولكنها وصلت إلى نهاية إمكانيات نموها وتحتاج إلى استبدالها بتصميمات جديدة إنها مركز قيادة متنقل لن يطلق مشروع الدبابة الألمانية الفرنسية المشتركة المعروف باسم ميكس مركبة واحدة بل تم تصميم المشروع كنظام للأنظمة المبنية حول مركبة قتالية ثقيلة ومأهولة على أن يكون منها عدة نسخ مختلفة القدرات والوظائف وبالتالي الأسلحة والمعدات سيتم ربط الدبابة الألمانية الفرنسية المشتركة بالشبكات مع منصات خارجية تتميز بمجموعة متنوعة من القدرات من المرجح أن يشمل المشروع إنتاج مركبات أرضية مأهولة وغير مأهولة مرافقة وسوف تتحكم الدبابة في طائرات مسيرة توظيفها لصالحها وبالإضافة إلى كونها مركبات قتالية مدججة بالسلاح فإن الدبابة الألمانية الفرنسية المشتركة يفترض أن تعمل كمركز قيادة للأنظمة الطرفية المختلفة هذا العام الوحد يؤكد مكانة هذا المشروع باعتباره تطويرا ثوريا في الحرب المدرعة كذلك ستكون لديها قدرات جديدة يقول الخبراء أن الظروف المتغيرة في ساحة المعركة تتطلب بناء الدبابات الحديثة بناء على قدرات جديدة إضافة للثالوث السابق مثل القدر على البقاء والمراقبة والكشف والتعرف وتحديد الهوية بالإضافة إلى الاستهداف وصفت هذه الدبابة بأنها ثلاث دبابات في واحد تتضمن المفاهيم الإضافية إمكانية استخدام هيكل الدباب الرئيسي أيضا كأساس لمتغيرات المركبات الداعمة على سبيل المثال نشرت وزارة الدفاع الألمانية رسما نظريا بحثا يصور ثلاث مركبات تعتمد على نفس الهيكل كما أن مدفعها سيمثل نقلة في قدرات الدبابات أحد شروط المشروع أن تزود الدبابة الألمانية الفرنسية المشتركة بمدفع رئيسي أقوى من مدافع الدبابات الموجودة حاليا لدى البلدين معظم الدبابات بما في ذلك كل دبابة تقريبا لدى حيف الناتو تستخدم أنواعا من مدفع أحد شروط المشروع أن تزود الدبابة الألمانية الفرنسية بمدفع رئيسي أقوى من مدافع الدبابات الموجودة حاليا لدى البلدين حيث سيتم تعزيز مدى القذيفة والاختراق لهزيمة الدروع التفاعلية والتقنيات الدفاعية الأخرى سيستوعب هذا المدفع أيضا ذخائر الدبابات الذكية المستقبلية القادرة على الاشتباك مع أهداف في نطاقات أبعد من خط البصر فماذا عن أسلحة الطاقة والليزر وقذائف الفرط صوتية في مرحلة ما من المتوقع أن تشمل ترسانة الدبابة ميكس على سلاح طاقة موجه وسلاح فرط صوت موجه وتمت مناقشة هذا الأخير كسلاح محتمل مضاد للدبابات في وقت مبكر من عام 2019 هل تخرج هذه الدبابة للنور؟ ولكن هل خروج هذه الدبابة للنور أمر مضمون؟ أظهر التاريخ أن التحديات التكنولوجية غير المتوقعة فضلا عن الاعتبارات السياسية يمكن أن تمنع برامج تطوير الأسلحة الرئيسية من الاكتمال في الموعد المحدد وتكون هذه المخاطر عالية بشكل خاص عندما يعتمد مشروع التطوير على تقنيات جديدة لم تكن ناضجة تماما عند بدء المشروع في أحسن الأحوال يمكن أن تؤخر مثل هذه العقبات استكمال برنامج التطوير في أسوأ الأحوال يمكن إنهاء البرنامج عندما يصبح من الواضح أن التقنية الرئيسية المنتظرة لا يمكن أن تنضج في غضون إطار زمن مقبول في الختام متابعين الأعزاء أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو كما لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر